يعني أنا عايزين نتكلم عن الاستثمار عن الصناعة عن الصحة عن حال المواطن المصري وازاي ده هيخفف العبء عنه فنبدأ بقطاع الاستثمار نقول مثلا طيب عشان نفسي بتأسيم الناس ما ترجم منين برضو كان مشكلة انه في مشكلة ظهرت في تطبيق القانون فأراد المشرع ان يخرج لتعديل هذه المعوقات طيب نقسم بقى التعديلات ده تلت حاجات تعديلات خاصة بالاستثمار وتعديلات خاصة بالتغلب او القضاء على المشكلات اللي ظهرت اثناء القانون وتعديلات خاصة بالاعفاءات اللي بيتضمن الحماية الاجتماعية والصحية للمواطن نبدأ بالاستثمار اول حاجة احنا عندنا طبعا نزعار حضرك في مناطق اقتصادية ذات الطبيعة الخاصة اللي يتوازي مناطق الحرة المناطق الحرة كانت تأخذ دايما معفية في الصادرات الصادرات اما تستورده او ما تصدره للمنطقة الحرة فكانت تتعامل معاملة صفر يعني سعر الدريبة صفر جاء المشرق في القانون هنا اعطى المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة اعطها نفس المزايا للمناطق الاقتصادية الحرة اتنين في مجال الصناعة المصنع اللي بيستورد او يشتري من السوق المحلي الات ومعدات اللي يدخلها في عاملة الصناعة هذه الالات والمعدات المشرع علق اداء الضريبة مش اخد منها ضريبة دلوقت بالمدة السنة وممكن تتجدد لسنة اخرى من تاريخ الشراء او من تاريخ الاستيراد بس بشرطه انه تبين عند الفحص بعد مفحص بها ان المشرع فعلا دخل هذه الالات والمعدات فيهن دخلها في مجال الصناعة ان هو استخدمها بالفعل في الغرض الخاص بها في الحالة دي بقى احنا بنعفيله بنعفيله هذه الالات وهذه المعدات من الضريبة عليها يبقى كده تحفيز الحاجة التالتة خاصة مثلا احنا عدينا السياح الاجاني بيجوا مصر بيتسوقوا 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 بشرر المنتجات المحصرية المحلية طب هو دخل كان خارج في داخل المطار كان بياخد على قيمة وضافة لا السائح عند مغادرة بيسترد استرد الضريبة اللي دفعها اللي دفعها وبس بشرط يكون فاتورة في قيمتها اجمال 1500 جنيه اكتر من 1000 ويكون مصففة وده متبع على فكرة في كل دول العالم الاوروبية يعني احنا ما بنسافر برة نيجي في المطار لو في حد معين يعني فكرة اننا يكون ليا حد معين لاشراء ده المتبع لو اشتريت بمبلغ معين بيبقى فيه امكانية استرداد الضريبة مرة اخرى في المطار مع السفر فده بيطبق جديدا في مصر لتشجيع كمان عملية الشراء والتسوق من الاجانب هشجع منتج المحلي ان الساحي ياخد منتج المحلي لما بياخده كمان بيلاده ايوبا دعايا لمنتج المحلي في الخارج بيوجد فرص عمل في الداخل اننا بشغل على الصناعات الوطنية فده مهم جدا الحقيقة من المشكلات كمان يعني بتواجهها قطاع الصناعة عملية استراد الالات والمعدات وإدارات شايف حضرتك ده هيكون تأثيره ايه في الفترة القادمة خاصة في ظل الجهود اللي بتقوم بيها الدولة لتشجيع الصناعة والمنتجات المصرية ان هي تكون متواجدة في كافة الاسواق هل حضرتك شايف ان ده بالفعل كان بيمثل عبقة او مشكلة على الصانع او القائم بعملية الصناعة ومن ثم هيكون ليه تأثير في الفترات القادمة والهدف من هذه التعديلات تخفيض التكلفة المدخلات عشان يبقى المنتج الصناعي منتج في المتناول او في سعر نقدر ادخل فيه في سعار تنفسه في حالة التصدير ايضا انا لما حضرتك الالات والمعدات دي لما تكون محملة بدريبة لو قلنا مثلا سيء الدريبة العامة اللي هي الـ 14% بس ضربة جدوان 14% دي من سعر هذه الالة وهذه المعدة مبلغ كبير لما يعفع منه الصانع اكيد هينعكس على السلعة عندها خروج تشجيع عملية الصناعة بشكل عام ده من النواحي الاستثمارية زي محررتك تفضلت وقلت هذه التعديلات لسه في حاجة تانية خاصة بقناة السويس قناة السويس بتقدم خدمات لوجستية للسفن وتقدم ورور طبعا انت عارفة ان احنا قناة السويس احصوح في تنفس اكثر من ممرات دولية وفي رغبة من الدولة انها تشجع الدول انها تستخدم ممر قناة السويس بدأت نعفينا هذه الخدمات التي بتقدمها قناة السويس تشجيع لميزة تنفسية للقناة والحاجة التانية برضو خاصة بالطيران المدني طبعا دم دعمه برضو خاصة فيما استعماله من الات او قطع غيار او دم افاء هذه المعاملات من اجل انه ندعم كل القطاعات القومية الاقتصادية القومية التي لها دول مباشر او غير مباشر على الاستثمار ده بالنسبة لقطاع الاستثمار اشتركوا في القناة